اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان طبعا زيادة الاسعار حوالينا بسبب اللي بيحصل والازمة الروسية الاوكرانية وتأثيرها على العالم كله لكن الدولة المصرية تحاول قدر الامكان السيطرة على الاسعار في ظل موجة من الغلاء عالميا زي ما كنت بقول لحضراتكم وده من خلال توفير السلع بكميات كبيرة وكمان زيادة المعروض بجانب تشديد الرقابة على الاسواق وايضا اتخاذ بعض القرارات اللي منشأ انها نتساعد في تخفيف اثار هذه الازمة زي مثلا قرار منع تصدير بعض السلع زي الدقيق والمكارونة والرز والزيت قلينا نتكلم عن هذا القرار وتأثيره بالتفصيل مع ضيفنا اللي منوارنا في الستوديو الدكتور ابراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير عليك يا دكتور اهلا بكم السلام شاهدين ازاي بتشوف تأثير قرار منع التصدير لبعض السلع على الازمة دلوقتي الروسية الاوكرانية وما يحدث وتأثيرها على ازمة الاسعار انعكسات ده على مسألة احتكار السلع توفر السلع اده هي اصر خلينا اخدهم واحدة واحدة الاول ان ده لك كل الدول على ما تأثر بيحصل بين روسيا واوكرانيا لان انه من اكبر الدول الموردة للمواد الخام سواء المواد غزائية او بترولية او بيرو طيب احنا كدولة مصرية زينا زي دول العالم بنحاول نتصرف نحاول نشوف حلول لادارة الازمة بسميها ادارة الازمة لان كنا هتعرض لازمة بس شدة الازمة من غيرها هتتوقف على قدرتنا على توفير الحلول البديلة توفير السلع هالجعوا خطوة الوراء لما حصل في كورونا مصر قدرت تديل الازمة بشكل كويس جدا توفر السلع في وقت العالم كله كان قافل فعندنا قدرة ان شاء الله نادر نواجه الازمة طب هنحلها زي احد القارات التي صدرت روزات الصناعة والتجارة انها ايه تمنع تصدير بعض المنتجات زي الفول زي وحركوا الميكارونا غيره وغيره وغيره دي احد الادوات بسختمها الدولة ايه تاني كمان الدولة الفترة كانتش سكتة بتحاول تبني مستودعات خطة الحرك صوامع عشان تخزين ده بسمو احتياطيات احتياطيات مطلوبة للدولة عشان لما تواجه ازمة زي كده يبقى عندها قدرة على المناورة وقدرة على ايه تشمى نفسها على ما تدور على الحلول النهاردة اوكرانيا وروسيا افلين يبقى دور على بداية اخرى الاستيراد من دول اخرى عندي قدرة اه عندي قدرة عندي احتياطيات انا مخزنها دولارية موجودة للازمات خطة بالحرك فالفترة اللي فاتت كان فيه نوع منها نوع من ايه اللي بسموه التحوط والقدرة على اننا يبقى عندي وقت الازمات ادوة اتحرك بيها زي منتحرك الاستثمارات اللي بناتها الدولة فترة فاتت في بناء مستودعات او صوامع او غيره وتقزين المنتجات المستوردة ديك فرصة انك تتحرك حاجة تانية انتاجك من من السلع والخدامات فترة فاتت كان جيد جدا خدت بالحراءة قدرتك على زيادة الانتاجية بتاعت مثلا المحصول الزراعي زي مثلا تحصل في الامح انت النهاردة قدرت بني كنت تساوي ستين في المية رفعت اكتفائك الزاتي انك لاثنين وستين في المية فبقيت تساوي ثمان تتين في المية بس يعني انت النهاردة خفضت استيرادك بقيتش رقم واحد في استيراد الامح بقيت رقم اربعة خدت بالحراءة فتزودت انتاجية الفدام من 12 ارداب ل 20 ارداب فدي كلها ادوات بتصنيم الدولة عشان تبقى عندها قدرة انها تزود انتاج والحياة في المعطة جديدا في توسع رأسي وفق اه طبعا يعني مشوف توسع في زراعة اراضي جديدة وفي نفس الوقت زيادة انتاجية الفدام نفسه طبعا ده مهم مش بس في المنتج ده في كل المنتجات دولة الفترة الفترة بتحاول تعمل كده بس مش في الامح لصد زراع الزمكي وغيرو وغيرو عشان توفر منتجات للمواطن المصري خدت بالحراءة وكС certaines عندي أزمة عالمية اقدر اوفر منتجات دي لللمواطن المصري عندي انتاج من الماخونها يكفي اه عندي خدت بالحراءة السكر اه الحمد لله وصلت لقدر كبير من التفائز باستورد نسبة أولاية خدت بالحراءة اللحوم عندي انتاج باستورد عندي موارض عندي عندي تمام سواء لحوم أو غيرها من المنتجات الغذائية فهذا التواجد وهذا الانتشار المصري سواء على مستوى القر أو غيرها من الدول وعلى سياسات مكتزنة قوية مع باقي دول العالم ده يدي لمصر فرصة كويسا نهائي تحاول تدير الأزمة بشكل من الكفاءة وتأليل أثار هذه الأزمة على مصر طب هل إحنا في صدد قرارات أخرى لمسألة ضبط الأسواق أكثر لأنه فيه توجيات زي محضرتك كنت بتقول إدارة الأزمة هي كلمة سر والخطوات الاستباقية اللي الدولة بتخدها هي اللي بتفرق في استمرار الأزمة ويعني تقليل الأثار السلبية لهذه الأزمة على المواطن المصري تمام سنكلم على حتة المسؤولية المشتركة دولة مؤسسات هنا مؤسسات بها قطاع خاصة مجتمع مدني ومواطن هي المسؤولية المشتركة للكل الدولة هي دور كبير جدا في ضبط الأسواق وده مطلوب فيه توجيهات على مستوى عليا بضبط الأسواق وأي تجار بتحاول تخزن السلعة وترفع السلعة بهوامش كبيرة لا فيه توجيهات برقابة صريمة على الأسواق وأي حد يخالف هي بتحت طائرة القانون خطب الحارقة ده مطلوب عشان يحسن مواطن الدولة موجود من ناحية تانية طب الدولة ناحية تغير الضبط إنها بتحاول توفر السلعة خطب الحارقة بتوجه المؤسسات تحت الدولة من ناحية أخرى كله يشتغل وعينه على السوق يشتغل كمنظومة واحدة ما ينفعش اشتغل وزارة بدون تسيق مع أخرى عشان نحل الأزمة هكونينا على قلب رجل واحد من ناحية تانية طب إيه دور تانية عندي توجيهات للتحدي عام غرف التجارية عشان يتعلم مع التجار ويقولون يا جماعة نازم نحس بالمسؤولية تجاه بلدنا ونحاول نخفف من أثار الأزمة لأن كنا موجودين في هذا القارب منها هتأثر حاجة التالت عندي هبفيه تعازم كبير جدا لدور المجتمع المدينة لفترة الجاية عشان تخفيف دقينا على رمضان فالنهار ده المؤسسات دي بتبزن موجود جدا الوصول الواقع للوصول المحتاج عشان توفر له سلعة غزائية فدي كلها مسؤولية تضامنية من كافة الأطراف عشان كنا بقول لها حراك كلنا مسؤولين طيب إحنا مش في معزل عن العالم وهنتأثر ونتأثر طبعا ده بكل تأكيد طبعا حجم التأثر هتكون عامل إزاي بيفكر برأ 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 بطريقة لو حتمنعزل طيب حجم التأثر هتكون عامل إزاي في ظل التحركات اللي أمت بها الدولة خلال الفترة اللي فات خياني كان مثلا حسب درجة الاعتمادية على استيراد يعني مثلا هده قدرتك إن انت قللت من من استيرادك من منتج معين ده هيخلي سعر الزيادة في السعر مش بالهمش الكبير البترول هيتأثر بس انت عامل منظومة في البترول مخلية برده دي مطمنا الناس إن انت عامل معادلة سعرية عمره ما هيزينه لعشر في المية رغم إن بره زيادة أكثر بكتير في دولة وصل زيادة فوق الخمسة والخمسين في المية آه انت بتغطي حط بنزين ما انتشعلك بنزين النهاردة آه النهاردة النهاردة انت متطمن إن البترول عمره ما هيزينه لعشر في المية آه هيزيد ممكن على ثلاث شهور لفض الأزمة هيزيد كل ثلاث شهور بس تعرف إن الزيادة متوقعة لها سعف خدت بالحرك لها سعف عشر في المية في مقارنة بزيادة العالم بحوالي خمسة وخمسة وستين في المية في ناس وقفة طوابير النهاردة الحمد لله انت عندكش حيط الطوابير عندك سلعة متوفرة فاتبالك فيه تحرك خارجي للقيادة السياسية بشكل جاي بشكل جيد الفترة اللي فاتت عشان توفير كافة المنتجات بالذات السلعة يستطيع جهزة البترول وغيره 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 التأكيد دكتور برايم على مسألة توفير السلع وأنها موجودة مهتميات المناسبة مهم جدا لأنه بيقول للناس ما تخزنوش بقى حاجة لأنه تخزين السلع ده هو بيخلق أزمة فوق الأزمة ويسرية مشتركة من الوقت برضو يبقى عنده وعي أنه أنا عندي حاجتين أتصرف في اتجاههم أنه لما تهفدش على تخزين السلع السلع متوفرة وما هيش كنزة يعني مش هتوفر كنزة لأنك بتحط برضو بتصرف فلوس كبيرة فهو تشجع التاج لما تروح تكنز ودارة الحاجة فهتشجع التطمعه بزيادة هو يلاقي في ضغط على سلع موينة فهيبدأ هو إيه إلا تمناها خزن فأنت كده بتصعب على الدولة الدولة الثانية الرقابية فأنت ساعد الدولة من ناحية تانية إنت حتى لو شفت كسا حد ما يعمل كلام ده في عندك رقم ساخن نتصل بيه والله الناس دي بتعمل الحاجات مش مزبوطة أنا متأثريني طب إيه تاني مطلوب من مواطن يعني محتاجين غير مش كل الناس عندهم نفس القدرة دي هنكلم في الطبقة متوستوى الاعلى لأن المحدود الدخل مش هعرف يرشد عنده يدوبك دخلهم كافي وبيستلف عليه فالهدف من الدولة إنها بتدعم محدود داخل إيه بتزود السلعة التنبانية خطواتك بتوفرها ببتزودش أسعارها بالرقم المطلوب لسه ما زالت أسعارها ما زادتش خطبها لحرك الحاجات السياحية الموجودة قطاع الخاص هو اللي بيشتغلك دور الدولة هتشتغلك قطاع الخاص إن توعية أكثر ضبط أكثر خطبها لك مؤسسات الموجودة سواء تحدي العامل الغرف وحاجة السحامات المسالك وكل الأجهزة دي كلها تشتغل مع بعضها حشل خطر إيه يبقى عندنا أي حدرتها السوق يعني حضرتك بتقصد إنه محدودية الدخل مش هيتأثروا بالشكل الكبير لأنه الدولة بتدعمها لأ هيتأثر في السلعة اللي هي برا منظومة الدعم خطبها الحرك فدي معانها إنه أنا النهاردة لازم أبص لدور الدولة الريقابي النهاردة إنه أنا حاول أقدر في الفترة جاية إنه أنا إيه ما خليش السلعة تنطل النقطات الكبيرة اللي هو بالذات الخارج من منظومة عشقاطر فيه شخص بيتأثر الدولة بتعمل في الفترة فاتت بتحاول تزود دخل الناس سواء بالذات ما حاولي الدخل من خلال برامج تكافل وكرامة حياة كريمة الناس اللي عندها معاشات المحضور فيه رؤية من دولة إنها تحسن مستوى الدخول على مستوى الخدمات مستوى الدخول لأحدثين ساعات بتجينا أزمات بسمها out of hand برا نطاق إيدينا باش تحكم فيها زي ما حصل في أزمة أوكرانيا وروسيا زي ما حصل في كوفيد 19 دي كلها أزمات بتأثر بتعطل حركة التقدم بتاعتك بس نعمش علينا بتأخر بتوقفك بس أنت مكمل طيب الموازنة العامة اللي وضعناها سنة لفاية التالية قدر على التغاطي مع الأزمة الحالية ما كانتش في توقعاتها الأزمة الروسية الأوكرانية فيه بفيه عند حاجة اسمها تعديل لو فضلت أثرها مستمرة عشان تزود حاجة من إنفاق العام عشان تتألم من أثر الأزمة ده مطلوب ده دور الدولة نحن فيصل للمرحلة ده هيبان في مناشرة الموازنة في شهر بارس ويبليل جايين إن شاء الله في مجلس الشعب على موضوع القصة دي فهيبان فيه نظرة تحوطية لكلام ده لأ هيبان عندي قدر نزود وحصل عبلي كده في الكورونا زودنا عندنا في الموازنة لشيء خاطر نواجه الأثار والحمد لله قدرنا نعدي الأزمة ساعتها خدت بالحراج فميزة الدولة في كذا أزمة الفترة اللي فاتت تخينا الليرنونكي منحنة التعارم بتاعنا بيزيد النهاردة أنا وجهت الكورونا وجهت كأزمة اقتصادية تحينا في مصر يقدر تعديها بجهود من الدولة مؤسسات وتكاتف المواطن مع الدولة يبعاني نفس المسئولية مشتركة مكملة الدولة بتقود المسيرة بيمشي وراها المؤسسات سنقطاع خاص مهتمة دي والمواطن بيبص يعني هالدولة فعلا بصري ولا لا في الحالة دي لأ الدولة اللي بقى لها فترة كده في اجتماعات مستمرة بتاخد قرارات بسمه ايه عندها قدرة على مؤمة مثل الوقت ده مطلوب ان القرار يطلع مع الوقت ماشي ما يتأخرش لان لو الوقت زي انت اتأخرت تخذ القرار هاي كالفاك اكتر تخذت بالحركة فالنهار ده لما انت خذت قرار بدري ببدري انك تخذن بترول وتخذن غلال وتخذن الكلام ده كله عشان ما توصل المرحلة تعمل حاجة اسمها البيترسين كوكتيل ازاي تعمل تتمنج موضوع التوافر السلام وده في السوق وقل الكلام واطلوب وبنكلام عن ساعة دي اللي كان هيتصدر كان هيجيب للدولة عملة صعبة لكن هيأثر ويأثر في الدولة الدولة هنا أولوية أكل المواطن لكن في الأساس حيات المواطن الأولية الأولى ممكن أضحي بشوية مارد عشان خاطر اننا احافظ على حياة كريمة مستقرة ده مهم لده الدولة محتاجة الفترة الجاي المواطن يكمل معه لكن ما حدث في أزمة كورونا وتعامل الدولة مع أزمة كورونا وهي أزمة كبيرة عالمية واثرت على الجميع وعلى الانتاج وعلى التخدير وعلى كل شيء تقفل جزي وعمل توفر السلعة وبتصدر السلعة في نفس الوقت آه لكن يعني أنا بكلم على أنه مثلا إحنا ما روحناش ما عطقتش أنه في حد اشتكى من أنه عدم توفر سلعة في سوبر ماركت عشان كده أقول حارك هذا تعامل يطمن الناس دلوقتي وإحنا في حديث وعشرات تطمن الناس إن ما تخذوش السلعة موجودة مش لازم تجري على السلعة حتى تخزنها ما في متاعها جريك عليها لو هي النهاردة مثلا بجني أنت جريك عليها مثلا بجني نص بثنين جنيه لأ حليها تاخد في الريفرينجي الطبيعي بتاعها خطب حك حسب زيادة بس زيادة آه قادر نحن نتحملها الفترة معينة لغاية ما الأزمة تعدي فدي حاجات لازم حنبص لها هي ثقافة المواطن بتزيب عمالة بتزيد خدت بالك وعي وبيزيد نتيجة الأزمات كتير لمرت عين الفترة اللي فاتت من 2011 لغاية النواحي ده مش معناه إن الدولة لا الدولة صح مصح صحة وبصر اللي بيحصل على الدواقعة وبصر لأثار الكلام ده أثار الكبيرة اللي موجودة على السوق من كافة النواحي فعشكها بتحاول كمان المعارض المعارض كمان ما تكلمناش عنها المعارض اللي بتعملها الدولة خلال فترة اللي فاتت يعني مبادرة كلنا واحد اللي عملت وزارة الداخلية حنا وصلنا دلوقتي لدورة الـ 22 فيها أهلا من رمضان اللي كان مفروض تبقى 25 مارس بعد 15 مارس بعدل شوية المحاوزات بتخش تعمل الكلام ده كنتبقى حالش متوفر السلع موجودة متاحة للجميع بسعر ناس قدرة توصلوا محدش ينكر ان فيه أثار لهذه الأزمة بس ان كل ما قدرنا يبقى فيه مسؤولية مشتركة هنقدر نحد من أثار دي بهذه التكاتف فكل واحد عايدي دور الدور عليها دور ودور واضح وصريع دور مأساسات ودور مواطن فهيا مسؤولية مشتركة ده عظيم جدا يا فندم احنا بنشكر حضرت شكرا جزيلا هذا اتشرفتنا ونورتنا وبنشكر اكتبا على كل هذه التفاصيل الدكتور ابراهيم مصطفى الخبير الاقتصاد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا